كان سهيل بن عمر على سفر هو وزوجته واثناء رحلتهم في مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان قطع طريقهم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق وسرقوا ما لديهم من طعام وشراب ثم بدأ اللصوص في تناول الطعام ولكن استرعى اهتمام سهيل بن عمر أمر غريب وهو أن قائد اللصوص لم يكن يتناول الطعام مع رفاقه فسأله سهيل بن عمر لما لا تأكل مع رفاقك فأجابه قائد اللصوص إني صائم فتعجب سهيل بن عمر وقال قاطع طريق وصائم كيف ذلك فأجابه قاطع الطريق لا أريد أن أغلق كل الأبواب مع الله لذلك أترك بابا مفتوحا لعل الله يجعل توبتي عن طريق هذا الباب بعد هذا الموقف أتم سهيل بن عمر رحلته ثم عاد إلى مكة وبعد عدة سنوات وبينما كان يطوف حول الكعبة وجد رجلا زاهدا ناسكا يبدو عليه التقى والصلاح متعلقا بأستار الكعبة فذهب إليه سهيل بن عمر ليستزيد من علمه فعرفه الرجل الزاهد بنفسه وذكره بأنه كان قاطع الطريق الذي التقى به منذ أعوام وقال له أعرفت أن من ترك بينه وبين الله بابا دخل منه يوما ما بفضل الله تعالى إن لم يكن مصرا على ذنبه فقال سهيل بن عمر صدقت فالطريق إلى الله دائما مفتوح وعلى العاصي مهما كثرت ذنوبه ألا ييأس من التوبة والرجوع إلى الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون تزوج رجل من زوجة تقية صالحة تذكر الله في كل أوقاتها وقد قدر الله تعالى أن يتأخر حملها وبعد الفحص تبين أن بالزوجة مرضا يحتاج الأمر فيه إلى علاج يطول فمرت الزوجة بالعديد من الكشفات والتحليلات لمدة ثلاث سنوات تم إنفاق الكثير من المال خلال هذه الرحلة وفي هذه الفترة شعرت الزوجة بإرهاق شديد فأرسل الزوج إلى أحد المكاتب يطلب خادمة آسيوية مسلمة لتساعد زوجته في أعمال البيت وبعد ثلاثة أشهر وصلت الخادمة وبعد أقل من أسبوع علمت الزوجة أن بالخادمة ورم في أحد ثدييها فغضب الزوج وقال لزوجته ننتظر هذه المدة الطويلة ثم تأتين بهذا المرض ليس أمامنا إلا أن نردها إلى بلدها فلست مستعدا أن أتنقل بها لأعالجها وربما كان هذا المرض خبيثا سوف أعطيها شيئا من المال وأقوم بترحيلها قالت الزوجة هذه فتاة مسكينة أتت إلينا وليس لها غيرنا في غربتها لن أتخلى عنها وسأكشف عليها أولا عند الطبيب على نفقتي ثم نرى ما سيحدث غضب الزوج ولم يوافق على اقتراح زوجته ثم ترك البيت وذهب إلى بيت أهله فاستدعت الزوجة أمها وشقيقها للمبيت معها وفي الصباح ذهبت الزوجة وأمها بالخادمة إلى المستشفى وأثناء ما كان الأطباء يفحصونها جلست الزوجة وأمها في بهو المستشفى وإذا بامرأة عجوز على كرسي متحرك ليس معها أحد سوى بعض الممرضات تقول للزوجة يا بنيتي أنا كما تري ولي ولد وحيد كلما تعبت جاء بي إلى هنا وتركني ثم يأتي بعد يومين أو أسبوع ويعود بي والله يا بنيتي لقد ربيته وأولاده لكن هداه الله ما فيه خير لي وليس لي إلا الله ثم المحسنون يتصدقون علي رقق قلب الزوجة لحالها وبكتي وأمها ثم أخرجت مبلغا وأعطته لهذه العجوز التي قالت لها لي دعوة مستجابة بحول الله بماذا تريدين أن أدعو لك؟ قالت والدة الزوجة ادعي لها بأن يرزقها الله بالأولاد قالت العجوز سوف أدعو لها وأعطني رقم هاتفك لأبشرك وبعد قليل خرجت الخادمة الفلبينية وعلمت الزوجة أنها تحتاج إلى علاج يستمر ستة أشهر فقامت الزوجة بإعطائها مبلغا كبيرا للعلاج وطلبت من زوجها أن يعطيها راتب ستة أشهر ويقوم بترحيلها لتكون وسط أهلها فوافق الزوج وسافرت الخادمة وبعد ثلاثة أشهر اتصلت السيدة العجوز بالزوجة وقالت لها لقد جاءني ملك بالمنام وأخبرني بأنك حامل فأهل هذه الرؤية صادقة ابتسمت الزوجة وقالت إن شاء الله تصدق ثم ذهبت إلى الطبيب فبشرها بالحمل وبعد أشهر رزقها الله بتوأمين محمد وأنس فقالت للزوج لقد أنفقنا لمدة ثلاث سنوات مالا كثيرا للعلاج ولم يحدث الحمل والحمد لله علشت وشفيت وحملت وأنجبت بما أنفقناه على الخادمة والمرأة العجوز وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الزوج بعد سماعه لهذا الحديث ولم لا تكون الرحمة التي قذفها الله في قلبك هي السبب مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلْ في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحاجة فاطمة سيدة قروية بارعة الجمال الظاهري والقلبي أول مرة تركب طائرة وأول مرة تعتمر ورغم تعبها ومرضها كانت سعيدة لأن حلمها بالعمرة تحقق جلست بجانبها في الطائرة طبيبة ثرية تحب الله وتتقيه في كل الأمور وسألتها عن اسمها وعملها ومحل إقامتها فأخبرتها وهي تبتسم اسمي فاطمة وهذه أول مرة أعتمر وأنا بائعة خضروات من قرية بالوجه البحري أخرج في وقت السحر كل يوم وأخترق الحقول لأجمع منها الخضروات وأحزمها ثم أصل الفجر بالمسجد وأذهب بعد ذلك إلى السوق لأبيع ما جمعت وأعود إلى قريتي مع آخر شعاع للشمس وأنا على هذا الحال منذ عشرين عاما كنت أعود لأطفال الأربع في بيت أمي حيث لم يكننا بيت وأولادي الآن كلهم في مراحل تعليم مختلفة أكبرهم أمين شرطة وأصغرهم عائشة في كلية أداب أما زوجي فهو لا يعمل لإعاقة في قدمه وهو وحيد والديه كان يرعاهما بكل إخلاص حتى توفيها ومنذ خمس سنوات تعبت من الذهاب يوميا إلى بيت أمي وعندما أراد جارنا أن يبيع بيته وهو بيت بالطوب اللبن وقديم أعرضت عليه أن أشتريه وأدفع له بالتقصيط من رزق الله الذي يرزقني به من بيع الخضروات فوافق والحمد لله سددت ثمنه وكتبته باسم زوجي حتى لا يحرجه الناس ويقولون له هذا بيت فاطمة وفي العام الماضي اشتقت كثيرا للكعبة ومسجد النبي فاستسمحت أولادي وأخبرتهم بأمنيتي فوافقوا فبدأت أضع العشرة جنيهات فوق العشرة وأحرم نفسي من الملابس والعلاج وأمشي على قدمي بدل ركوب السيارات حتى جمعت المبلغ المطلوب للعمرة لم أمد يدي لأحد بل طلبت من الله فالله هو المعطي وقد رزقني من وسع ولا أستطيع أن أقدر نعمته علي مهما شكرت وأمنيتي الآن أن أستطيع جمع مبلغ ليؤدي زوجي العمرة لأنه يتمناها وصلت الطائرة وفوجئت الطبيبة بتحقيق أمنية قد تمنتها وهي أن يجمعها الله بالحاجة فاطمة في غرفة واحدة وقد كان فوجدتها دائمة الحمد تصل النافلة وتطيل بقلب حاضر وبعد الصلاة تتل القرآن قراءة سليمة فسألتها الطبيبة هل أنت متعلمة يا حاجة فقالت لها مبتسمة لا أولادي متعلمون وأنا أقرأ في عيونهم أدت الحاجة فاطمة العمرة وتحملت كل المشاق وحمدت الله على تحقيق حلمها وعندما عادت لبيتها استقبلها أولادها وأعطوها حقيبة مملوئة بالمال وقالوا لها سيدة جاءت هنا بالأمس ولم تذكر اسمها وقالت أعطوا هذه للحاجة فاطمة لتجدد بيتها وتفتح لها محلا وتهتم بالعلاج وتحقق لزوجها أمنيته بعمرة مقبولة ابتسمت الحاجة فاطمة والدموع في عينيها وقالت أنا أعرفها ملاك أرسله الله لنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر